اشتركوا في القناة وهو سن معينة في اجراء العقد حتى يمكن ان يعقد على فتاة امرأة سنة الزمان مش تسعة سنين ولا سبعة سنين ولا تمانية سنين هذا مجرد عقد اجاب وقبول بين بس الولي يكون هنا هو الاب لانه ولي مجبر فتصير زوجته لكن هل هي هل الفتاة او البنت محل للدخول ام لا طبعا وكم سن الدخول المناسب هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الاعراف عند الناس في ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من تسعة وعشرة وإحداشر وثمانية وثلاثتاشر في بعض الدول تزوج من ستة عشر في بعض الدول اصدرت قوانين اللا يتم الدخول الا بعد تمنتاشر عام ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدو حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها ست سنوات وبنى عليها يعني دخل عليها تسع سنوات لا عقد عليها وهي ستة العقد في ستة والبناء اللي هو الدخول في تسع سنوات ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوح سنة ولكن طبعا أنا سؤالي سؤالي لك أنه واحد عمره 12 سنة واحد عمره 11 سنة هل هذا الزواج منطقي مجاز شرعيا إذا كان الولي الأب الولي ما هو الولاية تنقسم إلى القسم إذا يكون الولي هو الأب فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكوفر لها فهذا طبعا زوج صحيح يعني فيه ظروف للناس واحد رجل عنده بنتين ثلاثة أربعة وطبعا يريد أن يساخر لديه الظروف طيب هل تضيح وليس لديه محارب أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى يصرف عليها فإذا ما بلغت سن الدخول واندخل عليها ومن قال أن الناس كلهم ذئاب كاسرة ترجمة نانسي قنقر